عقدت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة لجنة ذات الصفة القضائية والذي يترأسها القاضي محمود عارب محمد هاشم وتضم في عضويتها كل من القاضي محمد ميرزا أمان والقاضي أمل أحمد أبل ودكتور عبدالله طالب والسيد عارف رحيمي وأمنة سر نوف الببشيت اجتماعا عقدت اجتماعا مع دائني مشروع جفير جفير فيوز لطلاعهم على الإجراءات المتخذة تمهيدا للبدء في المزاد العلني لبيعه وقالت اللجنة في بيان لها أن هذا الاجتماع جاء لطلاع دائنين على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة بصدد تسوية المشروع وذلك تمهيدا لبيعه بالمزاد العلني وإداع حاصلته خزينة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وذلك بعد أن استنفذت اللجنة جميع السبل لتسوية المشروع بطرق الودية حيث استمعت اللجنة إلى جميع استفسارات الدائنين حول المشروع وقامت بالرد عليها هذا وحددت اللجنة موعدا ثابتا لبدء المزاد العلني الخاص للبيع يوم الثلاثاء في العشرين من الشهر المقبل بديوان وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الساعة العاشرة صباحا أرحب الحقوق كان لهم تساؤلات كثيرة أغلبها متعلق بما سوف يحصلون عليه من حصيلة البيع اللجنة طمأنتهم أن نسبة كبيرة من حقوقهم سوف ترد إليهم من حصيلة البيع وأنه قرار اللجنة بالبيع جاء للحفاظ على حقوقهم وأنه حصولهم على نسبة كبيرة من ما سددوا من مبالغ شراء الشقق لا يمنعهم أنهم يرجعوا بباقي المبالغ عن طريق التقاضي ولكن احنا وفرنا أمامهم وفرنا لهم وقت طويل كانوا ممكن يتكبدوا في عناء التقاضي وأسرعنا في اتخاذ خطوات جادة لتسوية هذا المشروع المتعثر في إطار السبل الودية لتسوية مشروع الجفيرفيوز اليوم تم اجتماع اللجنة القضائية التي أنا أحد أعضائها مع دائني المشروع ومشتري وحدات الجفيرفيوز ولله الحمد تمت الإجابة على جميع استفساراتهم وما يتعلق بالنقاط القانونية وشرح تفصيلا لجميع مشتري الوحدات وإن شاء الله تعطى الحقوق لأصحابها وتصل عن طريق اللجنة القضائية في مملكة البحرين وهو طبيعة المزاد يعني احنا حددناها بالسعر الدار في اليوم وبيناها إلى الداينين بس طبيعة المزاد يعني ممكن المبلغ الوحفوق أكثر من المبلغ المحدد إليه ويممكن حتى يقل يعني فعلى طبيعة المبلغ اللي بيكون على حسب طبيعة المزاد فإن شاء الله نحن نتمنى أن يرتفع المبلغ أكثر من المبلغ المحدد إليه لتوصل المبالغ الديون بالكامل